هنتكلم عن درس صغير شوية اللي هو بس مهم جدا اللي هو المصدر الصناعي ايه هو المصدر الصناعي؟ قال هو المصدر المصنوع المصدر المصنوع بزيادة يا مشددة وتاء آخر الاسم يعني بتجيب اي اسم وتحط في اخره يا مشددة وتاء مربوطة يعني عندي مثلا كلمة وطن عاوز اجيب منه المصدر الصناعي يبقى وطن وحط الياء المشددة وتاء مربوطة يبقى وطنية قومة احط الياء يبقى قومية علم علمية بس مبدايا كده انا معايا شرطين اتنين الشرط الاول انه هو ان الكلمة الياء المشددة والتاء المربوطة ما تكونش من اصل الكلمة يعني مثلا كلمة زي تربية تنمية الكلمات ده ايات او تزكية الكلمات ده ايات مصدر رباعي ما تنفعش ليه اصلا لو شلت الياء والتاء المربوطة مش هرجع تاني الاصلاء ليه الاسم طيب ادي اول شرط الشرط التاني ان الكلمة لا تقع او لا تعرب لا تعرب نعت يعني ايه الكلمة ما تعربش نعت لان لو اعربت نعت لو هي نعت بسموها اسم منسوب يعني ايه مثلا قال لي عندك مثلا كلمة ولكن وطنية اللي احنا قلناها ده لو قلنا الوطنية شعور قومي فالوطنية تعرب مبتدأ فهنا عادي تيجي ايه هي تبقى مصدر صناعي طب لو مثلا قال لي الحياة الوطنية طب الوطنية تعرب هنا ايه قال لي نعت اما ما عادش تنفع هتبقى اسم منسوب اسم ايه منسوب يبقى تاني المصدر الصناعي مصدر بصناعه بزيادة ياء مشددة وتاء مربوطة وبشرط الاول ما يكونش الياء والتاء المربوطة من اصل الكلمة والشرط التاني ان انا لو ما تكونش الكلمة تعرب ايه نعت لانها لو اعربت نعت هتكون اسم منسوب وبرضو لو قال لي مثلا او لو قال لي مثلا ها القيم الوطنية الوطنية كده ما تنفعش والتعليمية برضو ما تنفعش ليه التعليمية ما تنفعش لانها عطفت على اسم ايه منسوب طب يفرض ان هي معطفة على اسم عادي يعني مثلا اه مثلا العلم والقومية مثلا كده قال لي لأ دي عادي مصدر الصناعه اما ما تكونش معطفة على ايه على اسم منسوب لانها تعامل معاملة الاسم الايه المنسوب